امبارح كان مطش الاهلي وباير نميوني وانا دايما نقول انا اهلاوي واشجع الاهلي وبحب الاهلي وانا يعني بس انا عايز اوري حضراتكم صورة لا هتقولي الصورة الاولانية لو سمحت هاتلي الصورة الاولانية ارجعلي بيها لو سمحت الصورة الاولانية يا جماعة دي الجوم بتاع باير نميوني وخواف على خط الستة والناس بيلعبوا في جوة الثمانتاشر وبعدين فجئت بان كل الناس طلع يقولك هزيمة مشرفة وانا شخصيا بقت حيرة معرفش مين العبقاري اللي طلع هزيمة مشرفة دي هزيمة مشرفة دي زي مطش الهندبول زي مصر لما كانت بتلعب مع البرازيل وكانت النتيجة اربعة تلاتة زي الزمالك لما يعني تبقى يعني مطش الهندبول كلنا سقفنا واشدنا بالمنتخب بتاع الهندبول لما المنتخب القومي كان بيلعب مع البرازيل والنتيجة طلعت اربعة تلاتة اقدر اقول على دي هزيمة مشرفة انما احنا على طول الهزيمة المشرفة لا الهزيمة ما كانتش مشرفة والمطش مبارح كان مش حلو سيبكم من الكلام ان احنا نقعد نطبطب على بعض نقعد عايزين نقولي الحقيقة في مرة عايزين نتقل لو نقولي الحقيقة في مرة لان اللي شفناه مبارح ده فريق نازل مهزوم يعني تلات مرات دي يجي يلعب اللير من القود بيديه للخصم الواحد فيهم بيمسكوا الكورة رجله بتترعش نازلوا خايف يا سيدي اذا كنت داخل معركة فانت من الاساس داخل مهزوم ما انتش داخل تلعب لم يكن هناك شفت من كل الكلام اللي تقال خلينا اذا كنا عايزين اذا كنا عايزين يبقى عندنا نتعلم من اخطأنا نتعلم من اخطأنا لازم نقولي الحقيقة انما نقعد نضحك على بعض احنا ما وصلناش للجون احنا ما عشتناش ولا شوطة كل واحد بيجي الكورة في رجله بيترعش بيدوله الكورة كأنهم بيستمتعوا عندهم حالة رعب عجيبة جدا جدا انا لم ار انا مش شايف الحقيقة يعني كنتم بير حقيقة بستغرب جدا وبعدين الولاد كويسين جدا الخطة اللي تلعبت بيها الناس اللي نزلت حقيقة مش مرثومة انما هنقعد نضحك على بعض وهنقعد نقول والله يا هزيمة مشارفة لم تكن هزيمة مشارفة الهزيمة هي هزيمة بعدين المسألة النفسية انا فاكر زمان ايام منو الجزيه كان معاه استاذ طب نفسي دكتور محمد فكري كان بيراء المسألة دي هل الادارة الحالية عندها طبيب نفسي معاي على التلفون الدكتور محمد فكري استاذ الطب النفس بان شمس والذي كان متواجدا مع منو الجزيه عندما كان مدرم مديرا فنيا للآله دكتور محمد اهلا وسهلا بحضرتك ربنا خليك يا دكتور هل فريق الكرة يا فندم بتحتاج في الجهاز الى طبيب نفسي بص حدرتك لما نيجي نشوف اي لعيب كرة او اي واحد بيمارس اي رياضة هو بيكون من اربع حاجات موهبة ربنا بيولدوا فيها وبعدين تدريبات فنية عشان تسكل الموهبة اللي موجودة عندك ايوا فندم وغير كده هو الشق البدني والشق بعد كده الشق الرابع هو الشق النفسي احنا للأسف ما عندناش القصة دي خارج ولو حضرتك عاوز ترجع مثلا ترى كبيرة جدا في العالم كلها عندها الشق النفسي دو ولكن احنا الايام ما كاننا مستر منول